موسيقى 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 مشاهدين ومتابعون الأعزاء اتواصل معكم من جديد مع انطلاغة ثامن الأشواط والتحديات لهذا الصباح والمخصص للبكار المهجنات الأصائل بشعارات أبناء الغبائل مع سن الإجداع سن الإبداع والإمتاع من هنا من أرضية ميدان التلة لسباغات الهجن العربية الأصيلة واتمن التوفيق والنموس والسلامة للجميع بعد أن حضرت فرحة مع أول انطلاغات البكار المحليات بشعارات أبناء الغبائل ليحضر شعار السيد عبدالله بن سعيد بن سالم بن سعيد الكعبي ويذهب بالنموس والانتصار وأول انطلاغات أبناء الغبائل أبدأ مع المركز الأول والصدار والغيادة مع بنت غازي من تغسل مقدمة مبكرا لتغود المسار محمد بن إبراهيم بن أحمد المندوس أما ثانيا وصلت المسك ليحضر ليحضر شعار ابو محمد علي بن راشد بن علي بن طمع أهل الكتبي ويتقدم لينطلق مع المسك على ثاني المراكز أما ثالثا وصل المتحدي ليقدم لنا المزن راشد بن سعيد بمنان أهل الكتبي حاضرا في هذه اللحظات لانتقل لرابع المرات كز وأتابع وقعه بشعار محمد بن عتيق بن علي الكتبي أما خامسا حضرت حرب ليحضر علي بن مطر بن علي بن واسا الكتبي ويقدم شعار وسادسا لأتابع الحضور من غبال الظاير محمد بن حمد بن راشد الاغفلي حاضرا بهذه اللحظات وسابعا حضرت همس ليحضر مبارك بن سعيد اليبهون الظاهري وثامنا من هناك هذه غلاء محمد بن مبارك بن محمد الاغفلي وتاسعا اكحال ناصر بن محمد بن مصلح الاحبابي وعاشرا اتابع مزون سيف بن سعيد بن راشد بن محمد الاحبابي هكذا هي النتيجة ونداءنا الاول يا ملاك يا مضمنين دعناه عليكم وعلى مسامعكم بل وفا والتمام لانطلاقة ثامن الاشواط ثامن التحديات لهذا الصباح العودة من جديد مع انتصاف المسافة يا هل البكار ثلاثة كيلو مترات راحت وما بغى الا مثلها نحو خط النهاية ونحو الانتصار لا زال شعار المندوس يغود المسار لكن التغيير المزن يا المزن غيرت نحو الصدارة نحو المركز الاول راشد بن سعيد بمنانها الاكتبية يحضر المتحد مع الغيادة والمركز الاول في هذه اللحظات بنت غازية تنطلق مع ثاني المراكز وتأتي بشعار محمد بن ابراهيم بن احمد المندوس لكن المسك تتحرك على ارضية في ميدانها على ثالث المراكز علي بن راشد بن علي بن طماعها الاكتبية وحضرت همس حضرت في هذه اللحظات انبارك بن سهيل اليابهون الظاهري مع رابع المراكز وخامسا الزاير محمد بن حمد بن راشد الغفلي حاضرا مع خامس المراكز ومقدما للثاير للثاير اما سادسا حرب يا حرب علي بن مطر بن علي بن واسا الاكتبية وتقدمت غلا لينطلق بن بارك مع سابع المراكز محمد بن بارك بن محمد الغفلي وثايرا وثايرا حال ناصر بن محمد بن مصرح الاحبابي وتاسع على الحضور والوصول من قبل وقعه محمد بن عتيق بن علي الاكتبية وعاشرا لأتابع في هذه اللحظات الاسم القادم والحاضر هي مزون سي بن سعيد بن راشد بن محمد الاحبابي مع عاشر المراكز وهكذا هي جولة نداؤنا الثاني يا ملاك يا مضمرين دعناها عليكم وعلى مسامعكم بالوفا والتمام العودة نحو الصدار نحو المركز الأول راح الكثير ما بقى إلا القليل ولا زال الصراع ما بين المزن تغود المسار وتحضر بالانتصار حتى هذه اللحظات راشد بن سعيد بمنان اهل اكتبية اهل دانة الدنيا الدبي مع المركز الأول لكن المسك مع ابو محمد تحضر ثانيا علي بن راشد بن علي بانطمع اهل اكتبية وتحركت همس مع منبارك بن سعيد اليبهون الظهري مع ثالث المراكز لكن نبعود مع بمنان والمركز الأول والكيل الأخير الكيل المثير يا ملاك ويا مضمرين روحة المسن روحة بالصدار راشد بن سعيد بمنان هل اكتبية المسك تحضر ثانيا علي بن راشد بن طمع ال اكتبية وحضرة همس مبارك بن سعيد اليبهون الظهري لكن المسن بسم اللو وماشاء الله بدأت تغادر بدأت تغادر حضرة المسك حضرة المسك مع ثاني المراكز بشعار بن طمع ولا بمنان ولا اليبهون اللو 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 اخر الامتر ياهل البكار ما بقى الا القليل نحو خط النهاية والعر بعمية متر تحركت المسك بدأ يهاجم بن طمع ولا بمنان المسك 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 المسن الله 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 روحت المسن روحت بالانتصار راشد بن سعيد بمنان هالكتبي والنقطة الثانية لشعار المتحد سلام سلام تحية واحترام المسك تحضر ثانيا علي بن راشد بن علي بن طمع علي اما ثالثا من حضرت في هذه اللحظات تتعلم عن وصولها هيك حال ناصر بن محمد بن مصلح الاحبابي ورابعا الوصول من قبل حرب علي بن مطر بن واس الاختبي وخامسا قال الله محمد بن مبارك الغفل التوقيت زمي تسعة دقائق ثلاثة وارفة ثانية خمسون جزءا من الثواني والتوقيت الافضل بسم الله ما شاء الله مع المزن وشعار بن ملانا تهانينا والنمس